فلازم نعرف إن التربية شيء ممتد لما نعلم القيم لأولادنا لازم نصغل القيم بشكل حياتي وتكون متوافقة ومتناسبة معهم مش كل إنسان هتغرس في القيم هتغرسها بنفس الطريقة اللي نجحت معاك ولا لن نجحت مع حد تاني هي نجحت عشان كانت مناسبة للشخص ده لكن مش شرط تكون مناسبة مع الشخص التاني ومش شرط إنها لما تكون كانت مناسبة معك إنها تناسب ابنك عايزين في أصل مهم جداً من أسل التربية عايزين نتبنى إن القيم لازم تبقى مركز ومركزة ومخططة يعني إيه مركزة ومخططة؟ يعني القيم فيها حالة من حالات النظر اللي فيه تدبير لكن فكرة إنه يبقى في وسط ناس يتعلم منهم القيم ده مش هيبني القيم فيه لازم يبقى فيه تدبير شفنا ناس كتيرة في صحبة ولما نفكت عنهم من الصحبة دي بازت حياتهم ولذلك فيه قاعدة مكملة لده لما بتيجي تتقدم لما نقدم نمازج لأولادنا نقدم لهم نمازج في الحقيقة من الناس البسيطة اللي حواليهم اللي يحس إنه هو ممكن يقدر يطبق زي ما هم بيطبقوا حصل في الفترة اللي فاتت في التدايون الكمي كان يقدم لهم نمازج كبيرة وضخمة حدش قال إنه إحنا لما نقدم لهم نمازج من الصحابة أو نمازج من التابعين ده نقدم لهم نمازج عشان نحل القيمة ونخليهم بيحبوها لكن عشان يطبقوا القيمة لازم يشوفوا الناس اللي حواليهم الناس البسطاء بيقدروا يطبقوا القيمة ده فيقدروا يعيشوها طب إزاي يضمن إن أولادي يستمروا في أخلاقهم وإن هم مش معاهم شيء ممكن يأذيهم أول حاجة الثقة فيهم تعاملهم كمن قدمين هم مش ملايكة بالمناسبة تزق فيهم إن هم ناس عايحولوا إن هم ينجحوا مش بالضرورة إن هم مش معقولة يكون بقى عامل أولادي إن هم بيغلطوش وإذا غلطوا يبقى دي نهاية العالم لا لا خالص الأمهات لازم يتعودوا إن أولادهم يغلطوا والغلط ده محتاج صبر والصبر ده هيأتي بنتيجة حتى لو أنا مش شايفها الأخلاق بتتبني بشكل كده متراكم إحنا ممنشوفوش وبعدين إحنا لما بنعمل حاجة يدو الله قبل أيدينا ولذلك مثلا أم قالت لابنها ما يجذبش فالولد طول عمره ما بيجذبش وجي مرة كذب فراحت ممارسة معا نوع من عنوع الرفض والإقصاء أنت ما بقتش ابني أنا ابني هو اللي ما يجذبش أبدا أبدا طب هو هنعمل إيه طيب ده ربنا سبحانه وتعالى قال كل ابن أدم خطاء وخير الخطائين التوابون حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن أدم خطاء وخير الخطائين التوابون وإنت هتيجي تقولي لابنك وتحاولت حسبيه على شيء الله سبحانه وتعالى يسر التربية وفتح بأبوه بالتربية علشانه لازم نعرف أن القيمة ما ينفعش أوصل لابني أن القيمة أحب إلي منه ولكن هقوله أنا بحب القيمة فيك وساعتها الولد يحس بالانتماء وما يحسش باللاف وعشان كده لازم نحاول ونكتهد دايما أن احنا نحسس أولادنا أن هم مهمين عندنا وهيزاد أهميتهم بالقيم وبتساعتها هنبعد عنهم كل الأشياء اللي بتعوقهم عن السير في طريق القيم لأنهم حسوا أن القيم بتزودهم فما يبقاش عنده عداء بالقيم ما يبقاش أنت أو القيمة لا القيمة اللي فيك هو ده اللي احنا عايزين نتعاود نتعامل بيه مع أولادنا ولازم نتدرب على ده دي طريقة مختلفة عن الطريقة اللي احنا دايما بنعمل بيه أولاد احنا بنحبكم عشان القيم لا احنا بنحبكم وانتم فيكم القيم انت لما تحاول أكيد مش هتقدر نقول له كده انت لما تحاول أكيد مش هتقدر دلوقتي لكن ممكن تقدر بعد كده يبقى إيه اللي حاصل هو عارف أن بكرة أحسن من النهاردة وعشان كده تعالوا نشوف شوية إجراءات احنا لازم نعملها عشان نقدر نوصل بهذه الطريقة ان أولادنا يكونوا معانا ومغروس فيهم القيم